موسيقى السلام عليكم اهلا اهلا المعرض ان شاء الله هنعمل مع بعض كرس بالخلطة وصفة جميلة و هتعجبكم نحل على النار نكون النار واطية نضع معلقتين سكر السكرة هم وصفة جميلة ليدك سلسة عادي سلسة ان aspقري السكرة الان يكمر و سيأخذ لون سوف أقوم بعمل في الوقت سوف أقوم بعمل في الفجنات سوف أقوم بعمل في النار السكر يأخد بقى اللون اللي احنا عايزينه بسخونة الحلة ان شاء لما ننزل عليها بالشربة لقدر الله حرقة الكارمل دي بتبقى صعبة جدا نحن نسيب لغاية ما الحلة تبرد خالص وتهدأ وفي نفس الوقت تاخد سخونة الحلة وناخد اللون اللي احنا عايزينه منه اللون بقى جميل بعد كدة طفية خلاصة نغاشة اقوم بقى شفاح لما يوجد جزء ياخد اللون وجزء التاني لون تاني لكي كل يبقى متجانس لنفس الوقت مش عايزيني ياخد اللون جامد علشان ميبقاش مرع مرارة السكر برضو مش كويسة لديه طعم مش كويس كده برد اتماعي الحينة والصف الأخذ المزين كده ننزل بحوالي ثلاث كوبايات من الشربة كده سنحط بأوعاني يقوم بأوعاني هنا ملف وفلفل وقوم بأوعاني وقوم بأوعاني ستضع الروز كي يأخذ اللون المزبوط سأضع معلقتين من العسا وقوم بأوعاني زوجها معلقتين اضع ستضع وقوم بأوعاني ستضع اضع السكر نقوم بسرعات مياكي بعد كده نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه 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 تعيد العود الارف اللي نضيفه اضيفه نضيفه ثم نضيفه نضيفه الغatem هو القرب ورقشة الارفة هي اللون المطلوب في وعاء النار سأضع معلقة من السمنة سمنة بلدي أو سمنة سمنة بلدي أو سمنة شباب سبعة سوداني سبعة سوداني نظر الى الوز التحبيس واللون يوم الوز نظر الوز نظر الوز مضافر الممكن نظر الوز مرحة كطورة المرحة جميلة لا تصبح مرحة من النار سوداني اخذ التحميسة واللوم في نفس الطاصة ننزل بالكبت والقوامس على نار عالية لكي لا تنزل مياه نرسلها جيدا في الخل والملح واللون نبدأ اللون تغير ننزل نفس الطوابل ولكن الارفة المراضي ارفع بوضر ارفع وملح وفلف ننزل 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 انا طالب هذا الوقت انا سوف نفطره وقال البلد الدقيقة انا سوف نفطره يحتاجم قطرت كميات الزبيب والان قطرت ان يفطر الشكل اتفعي فقط انا بحب زجين نتشير قليلا انا بالاول هتبه فوق الوش يفتح و نجي قلب ثاني روز عشان نشوف استيور فوق الوش هقلب معي شوفنا بعض دلوقتي روز وده يفتح قليلا هنقلبه مع بقي روز يأخذ سواء أكثر ويأخذ نتعم بعض ويأخذ نفلف الهو جميل من كامل زيت نضيف الهو جميل نضيف الهو جميل في كل شكل الجميل نضيف الهو جميل وعلاقتين العسل وعلاقتين السكر الكارمل وعلاقتين الارفة البودر والارفة الخشب أتمنى أن نكون على هذا عجبتكم النهاردة وعملت طبق إذا عجبكم الفيديو تعملوني لايب لا تنسى تشتركي في القناة وتعليف عايز زر الجرس لكي يوصلك كل جديد يمكنك تعملي شير لأصحابك لكي يستفيد يلا حبيبي كويكو ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة